تفسير رؤية لبس ملابس الأخت في المنام رؤية الفتاة بأنها ترتدي ملابس أختها المتزوجة في المنام علامة على اقتراب زواجها في المنام تشر رؤية ارتداء ملابس الأخت المتزوجة في المنام على مشاعر الحب والألف الموجودة بين الأختين والله أعلم رؤية الأخت ترتدي ملابس صاحبة الرؤية في المنام دليل أن هذه الأخت تتخذها قدوة لها في الحياة وتسير على خطاها والله أعلم عندما ترى الفتاة بأنها ترتادي ملابس أختها في المنام يكون دليل أن هذه الأخت ستكون مصدر للسعادة الكبيرة في حياتها ارتداء ملابس الأخت في المنام تكون إشارة على طاعتها لأختها وأخذها لرأيها في أمور متعلقة في حياتها والله أعلم رؤية شخص يعطي ملابس أطفال للرأي في المنام علامة على حصوله على المال والمكسب والرزق الوفير من خلال عمل جديد اعطاء ملابس الأطفال لصاحب الرؤية في المنام يكون دليل على فتح باب جديد للرزق وعمل جديد يحصل منه والله أعلم في المنام تشير رؤية اعطاء ملابس ممزقة لصاحب الرؤية دليل على المشاكل وبعد الهموم والعقبات التي يمر بها الرأي المرأة الحاملة التي ترى في منامها شخصا يعطي ملابس أطفال قديمة وكانت ترفضها تكون إشارة على إجهاضها وفقدانها لجنينها والله أعلم كما تدل رؤية المرأة المتزوجة بأنها تأخذ ملابس أطفال من متوفة دليل على الخير والرزق الوفير القادم لها والله أعلم في منام المرأة المتزوجة تدل رؤية الثوبة الجديدة على الخير الوفير واقتراب حملها ورزقها بطفل جديدة رؤية شخص بأنه يرتدي ثوبا جديد في المنام علامة على اقتراب زواجه أو خطبته رؤية الثوبة الجديدة في المنام دليل على مرور صاحب الرؤية بفترة من السعادة والخير انتزاع الثوبة الجديدة من على الشخص في المنام دليل على المشاكل الكثيرة له في الحياة والله أعلم اهداء الرجل لزوجته الملابس الداخلية في المنام دليل على انتهاء المشاكل والخلافات الزوجية رؤية اعطاء الملابس الداخلية لشخص أعرفه في المنام يدل أن هذا الشخص يعرف الكثير من الأسرار والخفايا عن الرأي الفتاة العزباء التي ترى بأن شخصا يعطي لها ملابس داخلية يكون دليل على رغبة هذا الشخص بالزواج منها عندما يهدى الرجل لزوجته ملابس داخلية ملونة في المنام يكون إشارة على اقتراب حملها رؤية المرأة الحام الرجل يعطي لها ملابس داخلية رجاله دليل على إنجابها زكر أما إذا أعطى لها ملابس نسائية فإنها سوف تنجب أنسى والله أعلم رؤية الفتاة العزباء بأنها ترتدي ملابس أختها المتزوجة علامة على اقتراب زواجها والله أعلم